تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية واعتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 450 قضية تمونية بمطبوطات 124 طن وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط 7 أطنان وفي مجال عدم الاعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي تم ضبط 100 طن أما في مجال البيع بأزياد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 17 طن حديد تسليح وأسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 712 قضية من بينها 101 قضية خبز ناقص الوزن و192 قضية خبز غير مطابق للمواصفات